ما زالت ردود الأفعال والتصريحات من أساس الروس مستمرة حول ما تم الإعلان عنه من قبل الكريملين عن استهداف مسيارات أوكرانية حسب بيان الكريملين ومحاولة لإغتيال الرئيس فلاديمير بوتين آخر هذه التصريحات تصريح صدر عن نائب مستشار مجلس الأمن القومي الروسي ورئيس روسيا السابق دمتري ميدفيدف دعا من خلالها إلى اغتيال الرئيس الأوكراني زيلينسكي وقال ميدفيدف على قناته على التليجرام أنه لم يعد هناك أمام موسكو أي خيارات سوى القضاء وتصفية الرئيس الأوكراني زيلينسكي وقال أيضا أن موسكو لم تعد بحاجة إلى توقيع زيلينسكي على اتفاق سلام أو استسلام دون شروط بطبيعة الحال أيضا أعضاء مجلس الدوم الروسي اليوم دعوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أعلان حالة الحرب وتوجيه ضربات إلى مراكز صنع القرار الأوكرانية وخاصة استهداف مبنى الرئاسة الأوكرانية والبرلمان الأوكراني بطبيعة الحال أيضا اليوم الكريملين وبعد إعلانه عن استهداف مسيرات لمركز أو قاعة أو قبة الكريملين اليوم كان هناك إعلام من قبل وزارة الطوارئ الروسية على أنها تم إسقاط مسيرة أوكرانية أيضا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو ويجري عمليات تفكيك المتفجرات عن تلك المسيرة طبعا للإشارة فقط أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها السلطات الروسية بتوجيه الاتهامات إلى الجانب الأوكراني باستهداف العاصمة الروسية موسكو بمجموعة من المسيرات حتى الساعة خلال الشهر الأخير كان هناك ما يقارب عشر إعلانات ما يقارب أيضا عشر مسيرات استطاعت الوصول إلى العاصمة الروسية موسكو وينضم إلينا لنقاش هذا الموضوع من مونتانا نائب مساعد وزير الدفاع السابق ميك مورروي مرحبا بك سيد مورروي برأيك لماذا اتجهت موسكو لاتهام كييف بمحاولة اغتيال بوتين سعيد بوجودي معك ومع المشاهدين حاليا لا نعرف بالضبط ماذا حدث منظومة الاستخبارات للولايات المتحدة ودول أخرى بدون أي شك سيحاولون معرفة ما إذا كان هذا هجوم من جانب أوكرانيا أو كان هجوم مفتعل من جانب روسيا وذلك كي تقوم بالتصعيد في أوكرانيا نتيجة لهذا الهجوم المحتمل سننظر على عوامل عديدة بما فيها كيف يستطيع الأوكرانيون إسقاط مسيرات أو إرسال مسيرات على بعد أكثر من 300 ميل سينظرون على أشياء كثيرة لمعرفة السبق هل تبحث موسكو عن حجة لتوسيع عملياتها العسكرية خاصة مع الإعلان عن تعزيز هذه العمليات أو توسيعها ما الذي يعنيه ذلك ما الذي ينبني على كل هذه القصة قصة محاولة اغتيال الرئيس بوتين هناك عدة عوامل بما فيها ما ذكرته بشأن مدى المسيرات من أوكرانيا الرئيس بوتين لم يكن في الكريملين لم يكن واضحا هل كان هناك أم لا حتى لو كانت المسيرات أوكرانية وأشك في ذلك هم لن يحاولوا اغتيال الرئيس بوتين لأنه لم يكن هناك إذن مهم أن نشير وأنا أعتقد أنهم سينظرون على ما يفعله الروس في المستقبل المنظور لرؤيتي ماذا سيكسبون من وراء هذا الهجوم المفتعل هل برأيك لهذه الحادثة يعني عكاسات طويلة الأمد أو قد تغير في شكل الصراع أو الغزو الروسي لأوكرانيا وكنا نستمع فقط قبل أيام إلى المبادرة الصينية وكأنه بنيت أجواء إيجابية يمكن أن تأخذ فيها هذه المبادرة طريقها نحو تقديم نوع من نوع الحل أعتقد أن هذا سؤال مهم جدا هذا محتمل أنه يشير إلى أنه لو كانت هذه ضربة أوكرانية فهذا تصعيد والناتو والولايات المتحدة لا يريدون ذلك أو أن الهجوم مفتعل وهذا يشير إلى أن روسيا ستفعل شيء مهم وكما ذكرتم في تقريركم استهداف الرئيس زيلنسكي بنشاط أكثر لاغتياله أو استخدام أسلحة دمار شامل لأنهم يشعرون أنهم لا يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم ضد هذا الهجوم الأوكراني المضاد إلى أي درجة يمكن أن تكون فعلا أوكرانيا قادرة على إيصال درونز طائرات مسيرة إلى الكريملين في قلب موسكو وبإمكانها فعلا أن تفعل أكثر من ذلك هذه أحد الأشياء التي سينظرون عليها لا أعرف ما إذا كان الأوكرانيون لديهم مسيرة تصل إلى هذه المسافة أيضا كيف أصبحوا فوق الكريملين قبل أن تسقط هذه المسيرات ولماذا يكون هناك شخص مع كاميرا في الثانية صباحا لتسجيل الفيديو الذي عرضتموه هذه أسئلة غير منطقية بالنسبة للكثير من الناس يجب أن تكون أو لا يجب أن تكون ضابط استخبارات للتشكيك يجب أن تكون منطقيا لماذا يقولون كل هذه الأشياء لو لم يقصدوا استخدامها لإطلاق الهجوم كبير هل تريد موسكو أو تبحث عن حجة تقول بها بأنها تم استهدافها وبأن ما تم استهدافها به هو السلاح الذي يمول به الغرب أوكرانيا ربما يسعون لاستغلال هذا سياسيا والقول أن أو أن الأوكرانيين يحاولون الهجوم على الرئيس بوتين والولايات المتحدة من الواضح أنها لا تحب هذا هي لا تشعر أن هذا ليس هدفا مشروعا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة معادية يمكن أنهم يحاولون زرع سفين بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وباقي ناتو لا أعتقد أنهم سينجحون والولايات المتحدة أعلنت عن حزمة مساعدات إضافية بـ 300 مليون دولار لأوكرانيا لا أعرف ماذا أيضا سيحاول هل ستوجه هذه 300 مليون دولار ونحن نتحدث عن 300 مليون دولار والتصريحات تقول صواريخ جو جو ما الذي يعنيه ذلك أنظمة السلاح الجديدة ستكون مصممة للهجوم المضاد الذي يحدث الآن وإحدى الأشياء المهمة بالنسبة للطرفين الحصول على الذخائر الكافية وكل شيء يستخدم مثل العربات المدرعة برادلي وسترايكر كل هذه الأشياء يجب أن تصل إلى أماكنها حتى تكون ناجحة في الهجوم المضاد والذي يمكن أن يبدأ قريبا جدا من مونتانا ميك مورروي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر